تتوالى التحذيرات اقليميا ودوليا من مغبة الاستمرار في الزج بالاطفال في اتون الحرب اليمنية اخر هذه التحذيرات استنكار البرلمان العربي ارتفاع وطيرة تجنيد جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن للاطفال وتدريبهم على استخدام كفة انواع الاسلحة وتوزيعهم على خطوط التماس في العمليات القتالية البرلمان اكد ايضا ان ما تقوم به ميليشي الحوثي بحق الاطفال يمثل جرائم حرب يستوجب تقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال اشادت بموقف البرلمان العربي مؤكدة ان حرب ميليشي الحوثي دفعت مليون طفل الى سوق العمل فيما جندت نحو 23000 طفل اخرين وذكرت الكمال ان الميليشي حرمت اكثر من 4 ملايين طفل من التعليم مضيفة ان الميليشي تسببت بتدمير اكثر من 2300 مدرسة وحولت نحو 1500 مدرسة اخرى الى سجون وثقنات عسكرية منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة كانت قد اكدت ان نحو 11 مليون طفل في اليمن بحاجة الى مساعدة للحصول على الغذاء والعلاج والتعليم والمياه والصرف الصحي ولفتت الى مقتل ما لا يقل عن 2100 طفل واصابت نحو 3400 اخرين بجراح منذ بدء الحرب في اليمن